يحكى أن سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي الشاب وطبعاً كان سليمان من أعز الناس أو أعز شخصية على وجه الأرض في ذلك الزمان الخليفة الأموي في زمن الأمويين الذين قهروا كسرى وقيصر وصار لهم الملك والمال والعز والجاه وكان شاباً وكان جميلاً مرة لبس أجمل ثيابه ومس الطيب طيبه وأراد أن خرج إلى صلاة الجمعة نظر إلى المرآة فوجد نفسه بهذا الجمال وهذا النعيم والغنى والترف فقال أنا الملك الشاب وعندما خرج إلى صحن الدار رأته الجارية فقال لها كيف تريني؟ فنظرت إليه وقالت أنت نعم المتاع لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان ليس فيما بدى لنا منك عيب عابه الناس غير أنك فاني يعني ما فيك أي عيب فقط أنك لست باقي أنك ستفنى فما أعجبه كلامها وأشاح بوجهه وخرج إلى النسجد صعد المنبر وبدأ بالخطبة وكانت العادة أن الخليفة هو الذي يخطب بالناس وهو الذي يقيم صلاة الجمعة فبدأ بالخطبة وصوته عال جدا يسمع لكل أركان المسجد المسجد الأموي في دمشق على كبره وسعته فما زال صوته ينخفض ينخفض حتى ما عاد يسمعه من حوله قالوا ركبته الحمى أصابته الحمى فنزل من المنبر وصل الجمعة وعاد إلى بيته يجر أقدامه جرا يستند على الرجال فلما صار في فراشه ناد الجارية وقال لها ماذا قلت لي؟ قالت ما قلت لك شيء قال عندما رأيتني في صحن الدار قالت وأن لي أن أخرج إلى صحن الدار أنا أصلا لا أخرج إلى صحن الدار وما رأيتك؟ ففطن سليمان رحمة الله تعالى عليه وقال سبحان الله إنا لله وإنا إليه راجعون لقد نعيت إلي نفسي وأوصى ونادى لأولاده وأوصاهم وعهد بالخلافة من بعده لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه فلم تأتي عليه الجمعة الأخرى إلا وكان في قبره كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون